كما استقبلت إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي بارتكاب جرائم وحشية في قطاع غزة ودعته اليوم أيضا بست مجازر مروعة في رد عملي على دعوات بلينكين لإيقاف الحرب والسئناف المفاوضات ما لا يقل عن 74 شهيدا و130 مصابا قتلهم جيش الاحتلال في 24 ساعة جراء غارات كثيفة على شمالي القطاع الذي يتعرض للإبادة الجماعية منذ 19 يوما الأمر ذاته في لبنان إذ تركزت الغارات الإسرائيلية على مدينة صور التاريخية ثاني كبرى المدن في الجنوب اللبناني ونسفت مقاتلات الاحتلال مربعات سكنية بعيد دعوات لإخلاء المدينة أثارت موجة نزوح واسعة تطورات أعقبت قصف حزب الله قاعدة غريلوت تابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية ونعي الحزب القيادي هاشم صفي الدين الذي سشهد في قصف لجيش الاحتلال على ضاحية بيروت قبل أسابيع على وقع هذه التطورات وصل الوزير بلينكين إلى الرياض لإجراء مباحثات حول حرب غزة ولبنان وتداعياتها الإقليمية لكن إدارته لا تبدي ما يعكس رغبة أمريكية جادة في منع زلاق المنطقة لحرب شاملة فتصريحات البيت الأبيض بالأمس التي دعت إسرائيل صراحة للرد على طهران تعكس تقاطع الخطط الإسرائيلية والأمريكية وما جولت بلينكين إلى محاولة لامتصاص التداعيات وتعبيد الطريق أمام أهدف تل أبيب الاستراتيجية يقول مراقبون على الجانب الآخر تحزم إيران أمرها وتعد العدة لرد صارم على أي استهداف لأراضيها وهما قاله الرئيس الإيراني من روسيا على هامش قمة بريكس بالتزامن مع زيارة نائب رئيس حركة حماس لروسيا في تطور يعكس حالة الاستقطاب التي قد يعقبها تصعيد شامل وأمام هذا المشهد يستمر تصعيد جماعة الحوثي والفصائل العراقية على إسرائيل ومصالحها في المياه الدولية في مقابل رفع الولايات المتحدة منسوب عملياتها على اليمن لتبدو المنطقة ماضية بسرعة نحو خيارات صعبة لن يوقفها غير إيقاف فوري للعدوان على غزة ولبنان